اشتركوا في القناة الدراسي الجديد 2023-2024 والتي تعكس اهتمام جلالته المستمر بالتعليم لدوره في التنمية المستدامة مشيرا المجلس الى ما شكلته الكلمة السامية من حافز للهيئتين التعليمية والادارية بمختلف المراحل التعليمية لبذل المزيد من الجهد وللطلبة لزيادة السعي من أجل التفوق وتحقيق أفضل النتائج كما هنأ المجلس الفائزين بجائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم مشيدا بدور هذه الجائزة وأهدافها التي تأتي في سياق حرص مملكة البحرين على المساهمة في تطوير المشاريع التعليمية العالمية ومسندة جهود اليونسكو في هذا الجانب وطلع المجلس في هذا الصدد على تقرير مرفوع من سعدة وزير التربية والتعليم وبمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية نوه مجلس الوزراء بالنهج الوطني لمملكة البحرين وما يحظى به من دعم حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بعد ذلك أشاد المجلس بتوجيه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتضررين من الزلزال في المملكة المغربية الشقيقة معربا عن أصدقاء تعزيه ومواساته للمغرب ملكا وحكومة وشعبا في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من المناطق والأقاليم المغربية وعن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل بعدها أعرب المجلس عن ترحيب مملكة البحرين بإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أهل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة عن مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا وذلك خلال كلمة ألقاها سموه في أعمال قمة قادة الدول مجموعة العشرين في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند مشيرا إلى أن هذا الممر الاقتصادي سوف يسهم في تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول العالم كافة وخلق المزيد من الفرص النوعية الواعدة لمملكة البحرين والمنطقة كما رحب المجلس بإعلان صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة عن تأسيس السعودية منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض مؤكدا دعم مملكة البحرين لتعزيز التعاون الدولي في مجالات استدامة المياه ومنها إصطافتها مؤخرا للمؤتمر العالمي للمياه والطاقة وتغير المناخ الذي أقيم برعاية معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بعدها قرر المجلس ميالي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأخذية والزراعة مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية حول عدد من مشروعات مذكرات التفاهم بشأن المشاورات السياسية بين مملكة البحرين وعدد من الدول الصديقة مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة التفاهم بين كليات البحرين التقانية بولي تيكنيكا البحرين ومركز التدريب WISC International مذكرة اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على ثلاث اقتراحات برقبة واقتراح بقانون مقدمة من مجلس النواب بعدها استعرض المجلس المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للخدمات المجتمعية حول نتائج تطبيق قرار حظر العمل فترة الظهيرة خلال فصل الصيف 2023 حيث بلغت نسبة الالتزام 99.9% مذكرة سعادة وزيرة التنمية المستدامة حول الاستعدادات للمشاركة في قمة اهداف التنمية المستدامة التي ستعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة شهر الجهري ثم أخذ المجلس علما من خلال التقرير الوزاري بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها سعادة وزير المواصلات والاتصالات إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ترجمة نانسي قنقر